الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بأفضل كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين وحين اللهم على سنته وأمِتنا على مِلَّته واحشرنا في زُمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون مع آخر خطبة من شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نستمتع بالحديث عن هذا النبي العظيم ولا نملُّ من الحديث عنه ولا نشبع لأن النفوس لا تملُّ من ذكر من تحب وأحبُّ الخلق إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبَّ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربَّصوا حتى ياتي الله بأمره وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به وفي حديثٍ آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحبَّ إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين أقف بكم اليوم مع معضلةٍ عندنا نحن المسلمين عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معضلة الجمع بين الأقوال والأقوال مشكلتنا نحن المسلمين أيها الإخوة أننا نعلم الحلال ونعلم الحرام نعلم الحقيقة ونعلم الكذب نعلم الصدق ومزاياه ونعلم الكذب ورزاياه ومع ذلك تجد الواحد منا متناقضًا مع نفسه لماذا هذا المشكل؟ لقد وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة القلم بوصفٍ جميلٍ جدًا وصفٍ جامعٍ جدًا فقال له وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ما عظمة الخلق في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يمكننا نحن المسلمين أن نتمثلها اليوم؟ هذا هو الإشكال الكبير الذي أحاول الإجابة عنه في هذه الخطبة المباركة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من بداية حياته إلى نهايتها أنموذجًا رائعًا للجمع بين النظري والتطبيقي بين الأقوال وبين الأفعال بين ما يعتقد به وبين ما يمارسه على أرض الواقع وهذا هو المشكل الذي نعاني منه اليوم كيف نجمع بين ما نؤمن به ونعتقده وبين ما نمارسه ونفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينال هذا الوسام الرباني الكبير أن يصفه الله عز وجل وبالتأكيد لم يقل له أنت على خلق وإنما قال وإنك وإنك بالتأكيد لا واللام أيضًا مؤكدة وإنك لا على خلق ولم يقل له إنك متصف وإنما قال له على وكلمة على في اللغة العربية كما قال ابن مالك في ألفيته رحمه الله على للاستعلة فهي تفيد العلو والفوقية وكأن الله عز وجل أراد أن يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا فردنا هذا الخلق شيئًا مصورًا فأنت فوقه وإنك لا على خلقٍ عظيم فالناس إذن محتاجون إلى أن ينظروا إلى مظاهر العظم في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدركوا حقيقة ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستحق هذا الوسامة الربانية وإنك لعلى خلقٍ عظيم عندما ابتعثه الله صلى الله عليه وسلم عندما ابتعثه الله كان عليه الصلاة والسلام قد وصل إلى مرحلة الذروة في الأخلاق أمام من يعايشون فكانوا يعرفون عنه كل صغيرةٍ وكبيرة لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم أي نشأ في تلك البيئة ويعرفونه معرفةً جيدة بل حتى غير أهل مكة كانوا يعرفونه معرفةً يقينية كما جاء في قول الله تعالى عن بني إسرائيل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما يعرفون أبناءهم يعرفونه معرفة حقيقية امتازت هذه المعرفة بخصلتين اثنتين امتازت بالصدق والأمانة بالصدق والأمانة وكان صلى الله عليه وسلم ملقباً بلقب الصادق الأمين ملقب تصور أن يلقبك الناس تصور أن يعطيك الناس لقباً تتميز به أمام البشر فيقال مثلاً هذا ليس موجوداً عندنا للأسف لا يلقب الناس إلا بالألقاب السيئة وحتى إذا كان هناك إنسان ربما معروفاً بنزاهته فإنه لا يعطى هذا اللقب هذا شيء إيجابي يلقب الناس بما يحسنونه إنسان معروف بالصدق يلقب بين الناس بالصدق من أجل أن يكون قدوةً للناس في الصدق إنسان معروف بالوفاء العرب تحفظ لإنسان كان يعيش معهم مع أنه كان يهودياً يحفظون له حق في خلق وهو الوفاء وإذا ذكر الوفاء عند العرب فإنهم يضربون المثل بالسموء لابن عادية وهو كان رجلاً يهودياً ولكن لأنه كان متميزاً بالوفاء فقد عرف عندهم بالوفاء وكان يلقب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى هذا اللقب بين قومه بين عشية وضحاها وإنما تحداهم صلى الله عليه وسلم عندما ابتعثه الله فجمع قومه والمقربين منه وقبل أن يقول لهم إني رسول الله قال لهم صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ أي هستصدقونني؟ ماذا قالوا؟ قالوا والله ما جربنا عليك كذباً قط ما جربنا عليك كذباً هذا هو الإسلام أيها الإخوة هذا هو الإسلام هذه القيم الإسلامية التي ضاعت من المجتمع للأسف هي التي نريد أن تعود إلى مجتمعنا والله ما جربنا عليك كذباً قط وحقيقةً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغض الكذب ما كان يقبل بالكذب أبداً كان يدعو إلى الصدق من خلال القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين لولا يعلمن الله الذين صدقوا منكم ولا يعلمن الكاذبين آيات كثيرة جداً ونحفظها ولكن المشكل كيف نطبق هذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبغض كما روت عائشة رضي الله عنها روت حديثاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبغض شيئاً كما يبغض الكذب في معنى الحديث قالت عائشة رضي الله عنها وإذا أخبر عن أحد بأنه يمارس الكذب كان ينحط من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم منه التوبة أي حتى يعرف أنه تاب توبة صادقة آنئذ يقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام بل إنه كما في الصحيح سئل صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه مرة فقالوا يا رسول الله أيكون المؤمن جباناً قال نعم فقيل له أيكون المؤمن بخيلاً قال نعم قيل له أيكون المؤمن كذاباً قال لا لا إلا الكذب لاحظوا يمكن أن يكون بخيلاً البخل هذه طبيعة بشرية مسألة نفسية في الناس من الناس من يستطيع أن يعالجها الله تعالى قال وأحضرت الأنفس الشح الشح أو البخل مسألة في طبع الإنسان لأنه يحب التملك ويحب الاستكثار ويحب أن يكون له ثروة فلذلك يبخل ولا يستطيع أن ينفك فلذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة أيمكن أن يكون المؤمن بخيلاً قال نعم ممكن ممكن أن يكون بخيلاً طبعاً البخل ليس مقبولاً في الإسلام البخل خلق سيء ولكن يتغلب عليه الإنسان باعتقاد أن المعطية هو الله وباعتقاد أن الصدقة والعطاء لا ينقصاني أو لا ينقصاني من المال هكذا يتغلب الإنسان على البخل فيصير كريماً لكن لو أنه لم يستطع معالجة نفسه ومات وهو بخيل فإنه على كل حال إذا كان يخرج الواجبات من الزكوات وهذه الأشياء فلا بأس عليه أيكون المؤمن جباناً؟ نعم قد يكون لأن الإنسان جبل أيضاً على حب الذات وعلى حب البقاء فهو لا يغامر بالمواجهة ولا يغامر بالصراع ولا يخاطر بنفسه وقد يدفعه هذا إلى أن يكون جباناً أحياناً والجبن بمعنى أن الإنسان لا يقدم بمقابل الإنسان الشجاع الجريء الذي يفعل ما يرغب وما يريد هذا الجبن أيضاً طبع بشري يحتاج إلى معالجة يحتاج إلى أن يحاول الإنسان أن يطور نفسه وأن يتغلب عليه وقد يستطيع أن يتغلب فيصير شجاعاً ما يولد أحد من بطن أمه شجاعاً ولا جباناً إنما هي طبائع نفسية يمكن للإنسان أن يغيرها أخلاق مكتسبة كما يقول علماء الأخلاق وعلماء الآداب لكن هل يولد الإنسان كذاباً؟ هل من طبع الإنسان أن يكون كذاباً؟ لا وألف لا ولذلك تجدون الأطفال الصغار يستغربون من كذب الآباء ومن كذب الأمهات وهذا للأسف هو موطن الداء الحقيقي في قضية الأخلاق الإسلامية التي نؤمن بها ولنطبقها للأسف هذا هو المشكل بدل أن يربي الآباء والأمهات أولادهم على الصدق وعلى قول كلمة الحق فإنهم يربونهم على خلاف ذلك تماماً بل إنهم يكذبون عليهم اليوم وغداً فتجد السائل يسأل في الهاتف أو في الباب فالأب يقول لابنه قل له إن الوالد غير موجود أو إن الأمة غير موجودة أو شيء من هذا هذا هو الذي يرسخ التناقض داخل الطفل داخل قلب الطفل فإذا به ينشأ كذاباً النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً إلى آخر الحديث لكن المشكل أن هذا الصادق أو الكاذب سيورث هذا لأولاده ليس في جيناتهم الوراثية وإنما في أخلاقهم التي يكتسبونها داخل البيت انتبهوا إلى هذا جيداً ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نكسب الأولاد أخلاق الإسلام فكان صلى الله عليه وسلم كما روى أحد الأطفال من الصحابة صحابي جليل طفل صغير اسمه عبد الله بن عامر والحديث في الصحيح في صاحي مسلم هذا عبد الله بن عامر كان رضي الله عنه طفلاً صغيراً ويحكي وهو يتذكر ذلك الوضع قال دعتني أمي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في بيتنا لاحظوا الأطفال يتذكرون لا تظنوا أن الطفل سيكبر وينسى كل شيء إنما يتذكر أشياء تقع في الطفولة المتقدمة أحياناً محمود بن الربيع يضرب به المثل المحدثون في أخذ الحديث ويقول عقلت مججة مججها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وكان ابن أربع سنين ابن الأربع سنين يعقل ويتذكر الأشياء كما وقعت فيقول عبد الله بن عامر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في بيتنا فدعتني أمي وقالت تعالى أعطك كثيراً ما تفعل الأمهات هذا تريد طفلها أن يأتي إليها فتقول تعالى أعطك شيئاً تعالى أعطك فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الطفل سينشأ على الكذب إذا عودته أمه الكذب ولو عن غير قصد وسيتعود الصدق أيضاً إذا عودته أمه الصدق ولو عن غير قصد أحياناً أيضاً لذلك لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أتريدين أن تعطيه شيئاً أي هل عندك شيئاً تريدين حقيقةً أن تعطيه إياه قالت نعم يا رسول الله أريد أن أعطيه تمراً كان لديها تمرات تريد أن تعطيها لهذا الطفل فتريد أن يأتي وكأنها طمعته في هذه التمرات فماذا قال صلى الله عليه وسلم قال أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة أي تحاسبين عليها لاحظوا التربية هذه هي التربية التي نريد أن تكون في بيوتنا أيها الإخوة التربية على الصدق هذا هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الكلمة إلا ويصدق فيها روى الإمام مسلم في الصحيح عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وهذا كثيراً ما يقع للنساء لاحظوا وهذا لا يعده الناس كذباً أصلاً النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا أن الصدق مراتب وأن الكذب مراتب أيضاً يمكن أن تسجل عليك الكذبة الصغيرة ويمكن أن تسجل عليك الكذبة الكبرى هناك كذبات أو كبيرة جداً عندما يكذب السياسي الكبير مسؤول وزير أو في مسؤولية معينة فتكون كذبته مدمرة لأمة فهذا شيء خطير جداً ولكن عندما تكذب الأم في كذبة صغيرة جداً تظن أنها لا تسجل تسجل عليك قالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قلت يا رسول الله لاحظوا كيف كانت شفافية الصحابة كيف كانت المرأة المسلمة تحتاط لدينها تسأل عن كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى الصحابة رجالاً ونساء ويحدثهم ويحدثون ويسألونه ويجيبهم عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم فسألته أسماء بنت يزيد قالت يا رسول الله أي اعتبر كذباً عندما تقول إحدانا للشيء تشتهيه لا أشتهيه هذه معضلة عند النساء مشكلة مشكلة قديمة جداً هي تشتهي الأمر لكنها تقول لا أشتهيه وكأنما تريد بذلك أن تخبر بخلاف ما هو في نفسها فإذا ما هي ربما طلبت بأن تأكل أو بأن تلبس والشيء يعجبها وقد تعبر بخلاف ما تبطن هذا ليس مرضاً نسائياً نعم عند الرجال أيضاً ولكن قد يكون عند النساء بشكل أكبر أنها ربما تشتهي الطعام وتظهر نوعاً من الشبع قد لا يكون هذا عند الرجال أحياناً هذه أخلاق هناك أشياء يتمايز فيها الناس هناك أشياء يكون الرجال فيها أقوى من النساء وأشياء تكون فيها النساء أقوى من الرجال لذلك هذه المرأة سألت تذكرها جيداً أسماء بنت يزيد قالت يا رسول الله أي اعتبر كذباً أن تقول المرأة للشيء تشتهيه لا أشتهيه أي تقول لا أشتهي الشيء أو هي تشتهيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يكتب عليها كل كذب حتى تكتب الكذيبة كذيبة بمعنى هذه ليست كذبة كبيرة يعني ليست أمراً يمكن أن يفعل شيئاً في المجتمع هي حرمت نفسها من شيء هي تشتهي أن تأكل لكنها أخذتها العزة بنفسها أحياناً فتقول لا أشتهي أن أكل حرمت نفسها من الأكل هذا كل ما حصل فلذلك اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم كذيبة تصغير كذبة تصغير أي كذب صغير ولكن المهم أنه يسجل هذه هي الأخلاق أيها الإخوة الأخلاق الإسلامية هي التي ننزلها من النظريات التي نؤمن بها في قلوبنا إلى الواقع ولذلك انتبهوا أيها الإخوة كان أحدهم في التراث القديم قال لأبيه إنني أكذب على الناس ويصدقونني فقال له أبوه يوشك أن يأتي عليك زمان يا بني تصدق ولا يصدقك الناس قال له أنا أكذب والناس يصدقونني فقال سيأتي عليك زمان تكون صادقا ولا يصدقك الناس وحصل فعلا أنه كان يغرق وصار يصرخ وينادي أنا أغرق لكن لم يجبه أحد وتركوه ليغرق ظنا منهم أنه يمازح لأنه ألف أن يكذب على الناس فإذا به يكذب فأودى به الكذب في الحياة قبل الآخرة لذلك الصدق من جات الصدق من جات والكذب شيء خطير جدا قد يظهر للإنسان أنه يمكن أن ينقذ قد يظهر للإنسان أنه سيكذب في تجارة أو سيكذب في معاملة أو يبدو لطالب أنه سيكذب ما كذب الطلاب كذب الطلاب الغش في الامتحانات عندما تعطى ورقة الامتحان وتكذب فيها تقول أين الكذب في الغش؟ الغش كذب معظم الخصال تعود إلى الكذب الخصال السيئة معظمها لأن الأستاذ عندما يضع لك نقطة معينة فهو يعتبر أنك كتبت الجواب من أم فكرك ومما تحفظه وتعلمه فإذا غششت أو نقلت شيئا عن إنسان آخر فقد كذبت في التصرف لأنك أعطيته ورقة على أساس أنها معلوماتك بينما هي معلومات للآخرين لذلك هذا كذب هذا كذب يجب أن يجتنب ويجب على الإنسان المسلم أن يحتاط قدر المستطاع في أن يكون صادقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكنوا مع الصادقين كن مع الصادقين كن في صف الصادقين ادخل في صف الصادقين حتى يصدقك الناس عندما اشتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق ما الذي وقع صار يحدث الناس عن أشياء فصاروا يؤمنون بها جزما وإن كانت تبدو مستبعدة كان صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأشياء عقولهم تستبعدها لأنهم يرون الظروف التي يعيشونها لكن لأنهم لم يجربوا عليه الكذب فقد كان صلى الله عليه وسلم مصدقا عندهم عندما يأتي فيخبر صراقة ابن مالك ويقول له عندما وقع في قصة الهجرة ما تعرفونه من متابعة صراقة للنبي صلى الله عليه وسلم ووقع ما وقع إلى أن وقف صراقة أمام النبي عليه السلام فقال له من بين القصة الطويلة أتسمع بكسرى؟ قال نعم قال كسرى بن هرمز قال نعم أي الذي كان حاكما في دولة الفرص فقال له ستفتح كنوز كسرى وستلبس أنت أساور هذا الملك يعني شيء مستبعد النبي مطارد صلى الله عليه وسلم وهو على شفى أن يقع في قبضة المشركين الذين حكموا عليه بالإعدام ورصدوا الجوائز لقتله لكن ما الذي دفع صراقة إلى أن يصدق وعد النبي عليه الصلاة والسلام والظروف كلها تدفع في اتجاه أن هذا أمر مبالغ فيه لكنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو كما قال أحد الروات من الصحابة ابن مسعود كما في صحيح مسلم قال حدثنا الصادق المصدوق حديث جميل جدا حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه ابن مسعود يروي هذا الحديث بهذه الصيغة الفريدة لم يرويها أحد من الصحابة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فلذلك صراقة لم يستعظم الأمر وحصل فعلا وفتحت كنوز كسرى وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ما وعده به يأتي عدي بن حاتم وقد كان تنصر فيخبره بأشياء ستقع وصدقه قال يوشك إن طالت بك حياة أن يقع كذا وكذا 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 فوقعت أمور منها في عهد عدي وبقيت واحدة فوهي أن يخرج الرجل صدقته فلا يجد من يأخذها منه فقال عدي رضي الله عنه وهذه أيضا ستقع لأن رسول الله أخبر بها لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وحصلت فعلا بعد وفاة عدي بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء من الغيبيات أيضا عندما أخذ صلى الله عليه وسلم حفيده الحسنى بن علي رضي الله عنه وعن كل أهل بيت رسول الله أجمعين أخذه صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سيصلح بابني هذا بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وحصل هذا في عام ما يسمى بعام الجماعة هناك عام يسمى عام المجاعة وعام الجماعة العام الذي اجتمعت فيه كلمة الأمة بعد الفتنة التي وقعت بين علي والحسين كرم الله وجههما ورضي الله عنهما من جهة وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه من جهة فجاء الحسن بن علي رضي الله عنه في سنة إحدى وأربعين للهجرة فوحد الله به بين قلوب هذه الأمة صدقه الناس لأنه تحدث عن ما سيقع ولم يجربوا عليه كذبا قط هذا هو المشكلة أيها الإخوة مشكل المسلمين اليوم سواء بطرفهم الملتزم أو بطرفهم غير الملتزم الجميع للأسف يقع في مشكلة التناقض بينما يدعو إليه وبينما يمارسه حتى الذين يسمون الآن أدعياء حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وهذه الأشياء هل هم صادقون مع أنفسهم؟ لا والله أبدا يتحدثون بشعارات يرفعون شعار الحرية لكن عندما يتعلق الأمر بحرية الأمة أن تعيش على دينها وأن تعيش على قرآنها فلا مجال للحرية أين الصدق أيها الناس؟ كونوا صادقين أيها الناس مع أنفسكم يتحدثون عن حقوق الإنسان حق الإنسان في أن يكفر حق الإنسان في أن يمارس علاقاته كما يشاء لكن حق المرأة أن ترتدي حجابها أو حق الإنسان أن يعيش حياته وفق ما يرتضيه له دينه فهذا غير مقبول كونوا صادقين أيها الناس أيها العلمانيون كونوا صادقين حتى إذا لم تكونوا صادقين مع الله كونوا صادقين مع أنفسكم لأنكم تدعون إلى أشياء وتخالفونها تدعون إلى الديمقراطية جيد قال الناس لا بأس بها والإسلام لم يرفض أبداً رأي الأغلبية لكن عندما تأتي الأغلبية بما لا تشتهي سفنهم فإنهم يرفضونها وينكرونها ويتمنون أن هذه الكلمة لم تتداوى القط في القاموس فكونوا صادقين إذا لذلك أيها الإخوة أمتنا محتاجة فعلاً في كل طبقاتها وفي كل فئاتها في الملتزمين منها وفي غير الملتزمين منها الأمة محتاجة إلى أن تكون صادقة مع نفسها من أجل فعلاً أن تكون ممثلة حق التمثيل لرسولها صلى الله عليه وسلم لأن شرارة أخطائنا تصل إلى ديننا عندما نخطئ نحن المسلمين عندما نمارس مخالفات شرعية لديننا فإن هذا يصل ضرره إلى ديننا فيتهم الناس ديننا ويتهم الناس نبينا صلى الله عليه وسلم ويتهم الناس شريعتنا لكن عندما نتمثل ما ندعو إليه حقيقة كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن معنى ذلك أنه كان أنموذجاً عملياً لتطبيق ما يؤمن به ولتطبيق ما يدعو إليه الناس أسأل الله تعالى أن يرد من جميعاً إلى دينه رداً جميلة أقول قولي هذا أيها الإخوة وأستغفر الله لو لكم فدعوه إنه الغفور الرحيم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله رحمته المهدى ونعمته المسدى وسراجه المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة القول والفعل إذن كما قال ابن عاشر عليه رحمة الله قول وفعل هو الإسلام الرفيع الإسلام الرفيع أو أرفع درجات الإسلام هو أن نربط بين القول والعمل كما عقد الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باباً يتحدث فيه عن أن الإيمان قول وعمل الإيمان لم يكن أبداً مجرد شيء يعتقده الإنسان في قلبه وإنما الإيمان ما وقر في القلب ونطق به اللسان وأقر به العمل أي تقر به الأركان بمعنى أن يعمل الإنسان نحن نحكم على إسلام الإنسان من خلال المظهر والله يتولى المخبر وقد قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان لذلك نحتاج فعلاً إلى أن نكون صادقين مع الله وأن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نكون صادقين في مجتمعنا وأن نكون صادقين مع العالم الإسلام يأمرنا أن نكون صادقين حتى مع الأعداء تصوروا هذا أن تكون صادقاً مع العدو في صورة التوبة والتي هي صورة نزلت بالقتال للمعادين للإسلام المحرضين عليه فيها قول الله عز وجل وإما تخافنا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين انبذ إليهم خفت منهم أن ينقو أنهم يريدون شيئاً فانبذ إليهم عهدهم حتى لا تفاجئهم حتى لا يقولوا إنك كذبت في معاهدتك لهم عليكم بالصدق أيها الإخوة فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً نسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا اللهم انصر إسلام وعز المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم مكن للإسلام في الأرض يا رب العالمين اللهم مكن لشريعتك يا أكرم الأكرمين اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظلم والظالمين وفي الطغاة والطاغين وفي كل المستكبرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم خذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر اللهم خذ الخائنين أخذ عزيز مقتدر اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انشور العدل والأمان في كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احق اندماء المسلمين في بلاد الشاب اللهم احق اندماء المسلمين في مصر وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر أهل الحق يا أكرم الأكرمين اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فاللهم انصر المؤمنين الصادقين في كل مكان واخذل الخائنين المعتدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بعض الأخوات يرجون منكم الدعاء لهن بشفاء الأمراض وقضاء الحاجات اللهم اشفي أمراضهن وأمراض المسلمين اللهم اقضي حوائجهن وحوائج المحتاجين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اددين عن المدينين واقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أيها الإخوة يزورنا اليوم أيضا إخوان لنا يبنون مسجدا لهم يريدون أن يفرحوا ببيت من بيوت الله وأذكركم أن المؤمن ينبغي أن يفرح كل ما زاره من يريد المساعدة في بناء بيت من بيوت الله لأن هؤلاء يقومون بفرض الكفاية وإذا قام البعض بفرض الكفاية فإن الجميع ينجو من العقوبة وإذا لم يستطع البعض أن يقوم بهذا الواجب فإن الجميع سيكون آثما لو أن حيا من أحياء المسلمين نشأ أطفالهم ولم يجدوا أمامهم مسجدا يتعلمون فيه دينهم وقرآنهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فضع هؤلاء الأطفال فإن إثمهم على الأمة جمعا ولذلك ينبغي أن نفرح كل ما سمعنا مئذنة يرفع فيها ذكر الله وكلما رأينا حجرا يوضع من أجل بناء بيت من بيوت الله لذلك لمن استطاع منكم أن يساهم معهم هؤلاء أصحاب مسجد طيبة وهو قريب منكم في حيل زيريس هؤلاء يجتهدون في بناء هذا المسجد نسأل الله تعالى لهم التوفيق سيقفون على الأبواب لمن شاء منكم أن يساعدهم بما أفاء الله عز وجل عليه أسأل الله تعالى أن ينفق لكل أو أن يخلف على كل من أنفق اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين خصوصا الخلفاء الراشدين آبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وفق لهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه أري الحق حقا ورزقه اتباعه وأري الباطل باطلا ورزقه اجتنابه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله